سلام سلام كميسكي الختاب عليكم محيبة بنا يا كرام ومن بكم من سخافي الظلام ونور لنا بين هذا الهدى سلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديو نهر اليوم يبقىكم كامل هنين ومتنين دائما مع حضيرات رمضان نحضر مع بعضنا الفريق كما نقولكم دائما انا كيقرب رمضان نحب نحضر هذه الامورات يدويا في البيت باش منها نحس بطعمة رمضان وريحة رمضان ومنها نعرف وش رانينا كلو نعرف وش راني نحط في البرمانتائي كما كم تشوفوا عندي الفريق انا هنا يراني شارية زوش كيلو تا الفريق مالفا نشاري غير كيلو نص هل الخطراب دي تنزيد العيلة بدأت تكبر زوش كيلو كما كم تشوفوا اول حاجة نديرهاي اني نبدأ ننظفه راكم تشوفوا العجب اللي راني يخرج فيه من الفريق اسما هنا تفهموا باللي حوائيش كي تديوهم تخدموهم في الدار تشيريوهم تخدموهم في الدار راهوا فرق كبير وشاسع بين حاجة كيتشيريوها وجدا مبارا بعدما نظفتوا كما راكم تشوفوا الخيورات السبعالي نحيتها منها هنا ينقولكم حاجة باللي انا ما عنديش السيار الغربال حكمت حطيت في الكسكاس قاعدت نغرب الكل مره نغرب الكل مره نغرب الكل تنحالي هذا الشي الرقيق وما يتاعبنيش ويبقى ولي الحوائيش الكبار الحجر هذو كلياكم تشوفوا فيهم يجوني سهلين باش ناحيهم من بعد وش راح ندير نحكم نغسله وش نديره هنا راح نقسمو خطر جاني شوية مدايا مع مره هذيك الكيروانا ونساعدنيش في الخدمان والصور يسهلي نبقى نحك فيهم مليح نفركوا بين يديها مليح مليح كي ما يحب الخاطر شوفوا الماء اكون تشوفوا في الماء كيفاش راهو كارثة كي نهزوا بيدي ما يبين شو ما هكاكم تشوفوا فيه باللي راهو كارثة عظمى المهم نحكى من مضفوا مليح تحت الماء نغسله ونصفيه مليح تنشوف هذك الماء راهو صافي شوفوا هنا يمع اللو تشوفوه كحل يعني من هذك الحريق اكم تعرفوا بلي يقليوه من هذك الحريق ومن الغبرة وكل شي ونبدأت ولي تشوفوا بلي ما خضر منه هو يعني واذا شتوا بلي ما راهو خضر بزاف عرفوا بلي الفريق تاعكم راهو مسبوخ وكفية تعرفوا الفريق تاعكم مسبوخ كيتروحوا تشريو هزوا حفنة هزوا شوية هكا حبيبات بين يديكم الكفوف تعيديكم وبقوا تحكوا فيه بالكفوف تعيديكم لاشتوا يديكم بلي ما تلونوش بالخضر اعرفوا بلي الفريق هذك ومليح لاشتوا بلي يديكم تلونو باللون الخضر اعرفوا بلي الفريق تاعكم راهو مسبوخ المهم هنا يا بعد ما نظفتوا مليح وصفيت هذك الفريق التاعي وش راح ندير عندي هذو الطابلة لعول التاعي جاية طويلة شوية وعريضات ساعدني راح نفرش فيها هذا الاناب اللي هو ديجا درابيط وشتوني بلي دائما في المناسبات نغلف به الطابلة سما نضيف سينو انتم ما جيبوا اشريو خمار ولا اشريو منشفة هذو كتاع الميترا المهم الحاجة اللي عندكم فرشوها تكون ضيفة خاصة بالمطبخ نفرشها وكما تشفو هنا يا ديجا الفريق تاعي كنت حطاته في الكسكاس خليته اقتر لي مليح يعني اقتر مليح مليح باش كي نحطو هكا راح ينشف لي ليها ليه ما يدي ليش وقت كبير باش ينشف من بعد كما وكم شوفو راح نفرشو هنا يا نفرغو في الدراء هذا ولا المنشفة اللي درتي هانتيا من بعد اوش راح ندير راح نجيب الملح انملحو هناي الملح حسب الكونتيتي تاع الفريق تاعي كيما انا يا عندي سوشكيلو درت له تقريبا مغرف تاع ماكله مش مهم مغرف تاع ماكله فريق باشير من بعدك ينطيبو الماكلات تاعنا نضوكوها هذيك حاجة عيبة هنا ننخلط ندخل هذك الملح مليح في الفريق وبعدا نوزع هذك الفريق نحلو مليح فوق الدراء نحاول اني نحلو على بعضه باش ما يبقاش ما يبقاش هكا فوق بعضه ويطول بهين شفلي وربما حتى اذا من البرد يفزت ليه ونخليه يشيح انا راح نقربوه للفرن ونخليه تحت الفرن ومرة على مرة كل ما نفوت عليه نحركو يعني نحركو هكا بس بعيد وكنتشوفو الفيديو كيفاش نحركو ونخليه حتى نشفلي تماما باش نرحيه من بعدا كين شوف راح ترحيوه طرحو عند الرحية يتديوه يرحيوه لكم وهذيك اني ديجا شاركته معكم وان شاء الله كين رحيه راح نزيد نشارك معكم وهكا على باليب اللي بنت البلادي كامل رحيو اللي وفحلات وحراير ويعودوا يوجدوا الفريق التحمل اللي ما زال ما وجدتش وما زال حال على باليب اللي ذوق تسخف وتروح تشيري وتخدموه في الدار ستقوني غير كي تخدموه في الدار احتحسو واحد الاحساس وانت توجدي فيه وكي تعودي الطيب بشربة تاك راح تهزي الفريق تاك المقدار تاك وطلوحي ديجا في البرماتاك ديما كيشوفونا في الفيديو نطيبو الشربة يقولك على ما غسلتيش الفريق على ما غسلتيش فريق ها هو على ما نخسلوش الفريق لانه ننظفوه من قبل ونخسلوه ونرحيه يكون واجد ساجين ضيبو به ديجا المهم راح نخلي هي ينشف ما يطولش نهار نهارين ثلاثيام ينشف خاطر راهم مش اللينو بركاني مش يقال مش مخينو ليطول باش ينشف وذرك راح راح نشارك معاكم وصفة العشاء راح تكون وصفة سهلة مهلة واقتصادية اهم الحاجة انها اقتصادية وتقتروح تديروها في رمضان لمالا اللي هي فطيرة محشية بالخضر اللي راح نديرها لكم في هذا المقلة مقلة مقلة مزدوجة على جهتين طيبو فيها على جهتيني كانت وصلتني من موقع جيبها لي كيما راكم تشوفو اه بالضمان الضمان تحها مئة بالمئة فيها ضمان اه الموقع الثاني هذا يبعث لكم يوصلكم حاجتكم حتى الباب الدار واذا كانت حاجة في هذيك الكوموند تاعكم كيش ما كان فيها بروبيان لا اكيد راح تصلوا بهم وراح اه يعني ما كانش مشاكل ان شاء الله كيما كم تشوفو هاد المقلة هايلي كيفاش تتفتح على جهتين ديروا فيها بزف حويش ديروا فيها فطيرة محشية كيما راح نديرها هنا ديروا فيها بالبيتزا ديروا فيها الشواء ليك خاب ليباين كيك ديروا فيها وش بغيتون دومه الحلو ولمالح ومثل السقشان درت فيها وراح نشوفو اه راح نشوفو النتيجة مع بضانه هنا راح نروحول اللعجينة اللعجينة كنت درت فيها اه زوش مغرفة صغيرة الملح ونضيف زيت زيتون ولا تحبوا تشعر زيت عادي انتماء احرار نضيف 4 مغرفة زيت تحب تنقص الزيت 3 مغرفة عادي جدا نبسس العجينة نضيف الزيت والملح في الفارينة مليح مليح مباشرة نضيفها خميرة مغرفة كبيرة خميرة وتع سكر أنا دائما تشوفوني باللي ما نديرش السكر ألا ما نديرش السكر كنشري الخميرة نحطها في بلرة ونزيد معها السكر باش كن نجيحها نخدم يكون فيها السكر عادي كن أخواتي قول كان ندير السكر الخميرات تفزد كل شيء لا لا يا راني معتام بهذه الطريقة من سنوات وعادي الخميرة تعيد تبقى لمدة طويلة وتخدم نورمال كما تشوفو ذكا سنجمحها لا بالحليب ولا بالماء سنجمحها كما نقوله هنا يا رايب الحليب اللي يكون غير كما فزد الحليب بتاعك يبدأ يفزد لك دفيه وخدمي به الخبز هكا اي حاجات الخميرة البريوش الخبز خبز الدار صدقوني باللي الخبز والحاجة اللي يدرتوا بها هذا الحليب اللي يكون فزد ولا راب كما نقوله يجيكم خفيفة وهشيشة ما تصدقوش كفية تجي بليها لميتها دفيته اكيد ولميت بها كماشته وراح نحطها تخمره بجيه ذلك راح راح نوجد الحشوة اللي هي عبارة عن فلفل حلو تحبو تخلطو الحلو والحار خلطو بصلة اللي كنت قصيتهم مربعات وعندي حبات عجريوات اللي كنت ربيتها وطماطق يعني ما نكذبش عليكم هذا بقايا الثلاجة كما نقوله بقاوليها كحبيبات حتى خضراء قصيتهم نخلطهم وقلت ندير بهم حشوة واكيد انا ديما نمدلكم الافكار والاقتراحات وانتم ما راح نزيدوا وتنقصوا حسب الذوقتاكم وشو عندكم وش ما عندكمش نقليهم نحب نطيبهم ليح يعني طيبهم ليح يدخلهم الطياب ونخلطهم مع بعضهم كما راكم تشوفوا راح نزيد عليهم اطماطم اذا حبيتوا تزيدوا معها الفيونداشي ولا تزيدوا معها الجج انتم ما احرار انا ايا قلتلكم حبيتها تكون فاطيرة اقتصادية بالخضار وستقوني غير جي بنينة 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 والله من تتشبه وجدت لفخ حطيتها تبرد العجينة تعي راهي تتخمر اوذورك راح تنوجد نوجد عاصر راح ندير عاصر تاع البرتقال الطريقة اللي مرفع نديرها لكم اللي هي انه نجيبوا ثلاث حبيبات حمضيات سواء برتقال ولا قارس برتقال ولا قارس ما تركبش خلاص يا برتقال ولا يمون يا تشينا وقارس المهم اه نجيبوا حبا تقارس وزوج تشينا ولا نجيبوا زوج تقارس ووحدة تشينا كما تبغيوا نخلي حبة منهم بالكشور وزوج راح ننحي لهم الكشور واكيد ننحيوا النوات اللي هما قلتلكم يديروا المرارة في هذك العاصر تانا نميكسيهم المليح وتزيدوا لهم سكر زيدوا لهم العسل تخليهم هكا كما حبيتوا دماء صفيوا وزيدوا لهم الماء وضغوا تصلوا القوام اللي تبغيوا هنتم حطيت العاصر تاعي يبرد في الفريجيدر ورجعت العجينة تاعي كما راكم تشوفوا راه هي خمرت لي نقسمها على زوج ومبعدها كل قطعة هذك راح نقسمها على زوج يعني هكا بش ندير زوج خبيزات نحل العجينة اللوله هنا راكم تشوفوا فيها باللي راني نعجم فيها مباشرة مدهن تلازيت لا زبدة لا فارينة لا والو لانه متل السقش متل السقش خلاصة لبنات وهي بعدان ما زال ما مشيتها شدرت الطبقة اللولهتها اللي عجينة ونحل الطبقة الثانية نحكم نحط قبل الحشوة تحبوا تزيدوا هنا يا لبنات فرماج بيض ديروا قبل فرماج بيض وتحطوا لفرس ولا ديروا ديرا كلافارس كما بغيتوا التومة راح ندير الحشوة ونزيد عليها فرماج رابي نحب نزيد معها دائما فرماج رابي اذا ما كانت ثانية غير خضرة واحدها راح تجيكم ما تتشبهش من بعد راح نهز طبقة ثانية بالقناط ولا بالحلال كما راكم تشوفوا ونغطيها ونعدل هذا كل حواف نحكم من نضغط على الحواف بش يلسقولي وما يخرج ليش الحشو خاصة الجبن راح نديركم زوج طرق تعد طهي ايه عن بلايد اقول ليدوا ما كانت طيبة انا اخرق خبيزة ولا ثلاثة كيفية نقوم بالكامل الخبزة اللي ولا طيبها باردة والثانية تكون سخونة كيفية نقوم بالكامل هنا قبل كل شيء قلت لكم بما انه خبيزة مِن قدرش ندهنها ونضغطها الزيت لاخطر فيها الخمير ذلك تتخمر وتطلع للسطح الفوقاني وتبدأ تحمار يجبون هنا كفهت نفخت وقاسة السطح الفوقاني اللي حتى هو ها سخون اlliكم تشوفوا هذيها القفايا اللي كنت مشيتهم تحب تبقى تحرك فيها تخليها تطيب على راحتها كما تحب انتيا و رأيكم تشوفوا هنا كيفية بدأت تتحمر بدأت نضب ورها بشيزيد ويحمروا الحواف انتحها كما شيتون قدرتها كبيرة قدرت الدائرة تماما كما رأيكم تشوفوا شفتها لتحتها لقيتها بالتحمر اطمئة من الحواف تحمر و رح نقلبها شوفوا هنا الوجه التحتاني رح نقلبها بشيزيد ويتحمروا لي الحواف الليل تحتها تحبوا تديرهم اصغر من هكا اصديرهم ما نكتدر عليكم مهنا حاجة فيها و المحاسي كل ما تخدموا بشيزيد هذا المقرأ تماما تحفظوا في الصيف الناس اللي يتبحر يذهبوا يكري و لمن تحضروا نموت على المخيمات يا الهي نموت على المخيمات الصيفية و الان يذهبوا للمخيم تماما تحفظوا في الصيف وليس بارئة فيها البيتزا سوف نشاركوا معكم درس ماذا ندرك فيها البيتزا ريسلانديجاكي سوف ندركوا لماما ادركوا ذلك لبيتزا ديروا فيها هكا فاطرة محشيات ديروا فيها كما قلت لكم مشوى متعددة الاستعمالة تحلو ولا مالح يعني حاجة ما هتخليوها في خاطركم وانتم ممسايفين بالنسبة للطريقة الثانية هي انكم تحلو العجينة تاعكم ديروها في الحلال وتوزعوها في المقلى ولا تحطوها هكا تحلوها في البابي كويسون وتحطوها كما اشتو كما اشتو الطريقة الاولى تحطوها ديراكت بالبابي كويسون ولا تقلبوها كما قلبت انا وبلا من نساوه تقريبا كامل نقولوش كامل تقريبا كامل نعرفوه لانه كين مبتدئة ترهم هذا وين يتعلمو كين لمازال ما يعرفوش هذا البيتزا تاع المقلى وتاع الطاجين هي انه السمك تاع جينة اعجينة البيتزا لازم تكون رقيقة باش ما تبقىش نية انا وش درت هنا نسيت روحي ودرتها شوية خشينة طيبتها على جيها ماشي طيبتها يعني طيبتها نصف طيب على جيها و بعدها اضبرتها باش درت الاساس كيما كم تشوفو هنا اضرت الزيتون عادي ودرت الفرماج وغلقت عليها كم تشوفو الفرماج كيف اجذاب ذاب ما شاء الله اي نوع فرماجة راح تديره راح يضبلكم لخطر سخانة ما شاء الله تبقى الدور لداخل وما تخرج لكمش الدخانة لبنات غير ما تخموش تقولوا تخرج الدخان ولا تدير لنا دخانة فضاء وهاليك البيتزا كيما كم تشوفو طيبتها فيها الخبيزة ثانية قدامكم ما راح يقدامكم تشاهي ما شاء الله شاهدكم في الجنة لابات التحاجات خفيفة بهذاك الرايب اللي خدمتوا بها هاكا باش كي يعد يفزد لكم الحليب تشوفو غير كي مفزد ما تسيحيش كين حليب ليص الحرائب وكين حليب ليلا كما هذا ماهوش حليب البقر حليب عادي دي ما اخليو هاكا خدمو به المخبوزات التعكم يجيوكم ما شاء الله خفاف وبالنسبة للساندويت هذا ولا الخبيزات تقدروا ديروا خبيزات تقدروا ديرهم دي ساندويتش تقدروا ديرهم على شكل فطائر كما الفطائر التركية صدقوني غريجيكم بلان سورتوا افراد العائلة عندكم اللي ما يكلوش الخضرة راح يكلوها و راح تعجبهم وبالنسبة للمقلاة راح تساعدكم سورتو في رمضان اذا درتوا عرضة هكا و راح عليكم الحال تقدروا تطيبو في هالكسرة ثاني المطلوع كي ما نقولو حناية ولا الرخصاس راح تساعدكم بالبزاف يكونوا الكوانين تاعكم متاع هالكبيزينيار راح تساعدكم في الخدمة و هكا انكم وصلنا نهاية فيديونا هاليوم ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة و تنال اعجابكم و ان شاء الله ثاني هاد الاخطرات تخدموا الفريق من تحت يديكم و جي اي جيكم الخدمة سهلة و تعجبكم على بالي باللي راح تعتمدوا طريقة تحضير الفريق و وحدكم من تحت يديكم وذور كاما بقالي غير نقولكم تهالله في رواحكم و نتلقوا في فيديوهات القادمة ان شاء الله في امان الله اشتركوا في القناة